أكد معالي الشيخ سلمان بالخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتقدم نحو الوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي المنشود بما يسمى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويسمى في رفض التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع والنماء على الجميع جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مملكة البحرين في إطالة مشاركة معاليه في اجتماعات لجنة التنمية عبر تقنية الاتصال المرئي على همش اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية أشار معاليه لأهمية اتباع نهج المتكامل وشامل يتسم بالمرونة ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك إلى جانب إيجاد حلول مبتكرة تدعم عجلة التنمية وتسهم في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة على البلدان النامية لافتا معاليه لأن دعم المحركات الأساسية للإنتاجية والنمو يعد أمرا في غاية الأهمية كما دعم معاليه إلى موصلة العمل على معالجة الأثار السلبية التي سببتها الجائحة وحماية الأنظمة الصحية والاجتماعية في الدول الصغيرة والمتأثرة بالنزاعات مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى همية زيادة إنتاج التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وضمان توزيعها بشكل عادل كما حثم معاليه مجموعة البنك الدولي على وضع خطة عمل واضحة تتضمن تحديد الأولويات وتفعيلها وإعادة النظر في احتياجات البلدان النامية عبر تبادل التجارب والخبرات واستكشاف حلول ناجعة للتخفيف من أثار الديون على تلك الدول وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة كما لفت معاليه إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز نموه إضافة إلى موصلة العمل على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الشباب ومن جهة أخرى أشار معاليه إلى أهمية تعميم عمليات مجموعة البنك الدولي والمتعلقة بتقنية التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه وهو المفهوم الذي أقرته مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة للاقتصاد الكربوني الدائري ترجمة نانسي قنقر